صباح السعيدة والسكر الزيادة واللي شربها سيدة ملوش مكان هنا حياتك ملك لك وحدك انت قادر تخليها جنة وقادر تخليها نار اوعد تسيب حد يخليك حياتك بالنسبة له تبقى بازل بازل لعبة يكونها وقت ما هو عايز ويفركشها وقت ما هو عايز خليك نمبر ون في حياة نفسك انت نمبر ون يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده يعني يا جماعة اللي حياته وحشة قوي قوي شايفها وحشة قوي قوي هي حياتك مش كده على فكرة انت اللي مخليها كده لازم تغيرها لازم تعمل فيها حاجة جديدة ست البيت اللي قاعدة في البيت ولا بتشتغل ولا شغلة ولا شغلاء ولا مشغلة وقاعدة بتفرج على التلفزيون وشايف ان حياتها كلها ملل طب تعمل ايه خرجي نفسك انزلي الصبح اشتري مشترواتك واستمتعي بالصبح واستمتعي بمشترواتك وحسسي نفسك انك بتعملي حاجة مفيدة تعالي رتبي بيتك وزبطي نفسك وعملي اي حاجة في البيت انت بتحبي عملي في انجال اهوة وعودي يشربي عودي يتفرجي على مسلسل جميل انت حباه هاتي اغنية حلوة واسمعيها اسمعي قرآن اسمعي اي حاجة تعمل لك مود حلو وتغير لك حياتك طيب اللي بتشتغل وزهر انا من شغلها وطه انا من شغلها ومن حياتها خضيها ستي اجازة وطلعي فيها اسكندرية بلبتي في المية وحطي رجليكي في المية ولعبي في الرمل وعملي اي حاجة عبيطة كده تفهى يعني ما تقوليش انا كبرت انا بقرح حد يقول انا كبرت ايوا الناس اللي هي بتبقى ماشية كده ان هي عايزة تبقى تقيلة في حياتها وكده بيتبقى حاسة ان هم عم ننزل نظر زي النظر جاوهم ميت ممل مفيش اي تجديد في حياتنا فعلا بجد ان احنا وجد نظرنا ان احنا خايفين ان الناس تقول علينا ايه اللي هم بيعملوه ده ايه تفاهى اللي احنا احنا سامعين نقض قد كده من الساعة ما عملنا الحلقات من اقرب الناس لنا والله العظيم الناس والله دي مش تفاهى احنا بنعيش وقتنا وحياتنا دي مش تفاهى وما حدش يقول انت كبرتي انا كبرت انا كبيرة انا كبيرة انا كبيرة في نفسي انا بحب جدا وعلى فكرة انا سني مكسفش اقوله ابدا لكن ده مش معناه ان انا خلاص بقى اللي يكبر ده يدفن لا على فكرة انا لسه جوايا طفلة ومسكة بلونة ومصاصة لا مش قصة كده كمان قصة ان انت تعملي الحاجة الناس اللي هي زي انا من حياتها وحاسة ان حياتها ما فيش روتين ومملة انا بقوله بموجهة للرسالة اللي هتسمعني دلوقتي هي عارفة نفسها اول حاجة هتصحي الصبحية بدري الساعة تسعة كده الصباحي بدري والصحيام بواحده موت بنسبة عالية جدا الناس اللي بتنام لحد الساعة وتلاتة ظهرا بيصحوا اليوم كله خلص النهار حتى اليوم ما يبقاش فيه بركة يعني اليوم بيجري كده ما يبقى اول ما الليل بيجي كده الليل ده الواحده كئيب كئيب لا اقولك على حاجة فيه والله ما صحات نفسها بتعالج بدق الشمس الناس عمعينة عندها اكتئب بتعالجهم بدق الشمس بس كون الدق ما بيظهر كده ده خلاص اشراكة يوم جديد ونهار جديد المفروض ده نستغله اصحي الصبح يا شغالي اغاني انت عايزاي هبتدي شوفي حاجة في شئتك بتعمليها رواي شئتك زبطي حياتك اخسلي مواعينك اعملي مسك البشرتك اعملي الاكل يا عندك مش ولسوق انزلي السوق مش تخلي ان حياة دي عبق عليك لا خليها عمليها باستمتاع وامبساط صدقينها تنبسطي جدا حتى لو هي مسئولية او تعب او مجهود بس هتعمليها وانت سعيدة شغالي فيروز الصبح اعملي في انجل او اشربي وقوم يشوف اللي وراكي بلاش فيروز شغالي راديو جنبك انا كنت بيعمل لي مود حلوة جدا يا صباح الخير يا اللي معانا دي كان مود ابن لزينة بيعملهولي الصبح اول ما اسمع يا صباح الخير يا اللي معانا يا حلو صبح يا حلو طول لا الاغنية دي والله فعلا حاجات بسطة جدا هتبسطنا مش لازم نسافر ومش لازم نروح مكان واو على فكرة نزل اللي بتعمل الحاجات دي والله ما بتبقى السعيدة بتبقى بتعمل الحاجات اوه عندها امكانياتنا دي عالية تخليها تعمل الحاجات دي بس هي من جواها السعادة دي رضا مش فلوس ايا كان الفلوس بتحقق لي اهدافي بتشريري شقة محترمة بتعالجني في مكان محترم هو ده تمام الفلوس عندي لكن السعادة مش مرتبطة بفلوس خالص السعادة مرتبطة برضا بنفسي وان انا اعرف اهيئ حياتي وابنبسط فيها زي ما انا ما عايزها خليك مقتنع بحياتك خليك مقتنع بنفسك غير حياتك زي ما انت تحب وكلام الناس ما يقصرش فيك ها سمعاني طبعا يعني مش حد يقول الكلمة تتكسر مأديفك او تكسر عزمتك او اي حاجة انت خلقت الوحدك وهتموت الوحدك وهتتحس بالوحدك مفيش حد مرة واحدة وبتتعاش مرة واحدة واللي يقولك انت اكبر تقوله لا انا لسه عاي ويقولك انت تخينة لا انا ارفيعة اللي يقولك انت ارفيعة لا انا انا حر انا حر انا اتخينة لنفسي انا الفيعة لنفسي انا جميلة لنفسي انا قبيحة لنفسي انا اتخلقت كده مش انت اللي هديك تغيرني انا ما اتخلقت عشان انت اللي اتغيرني انا اتخلقت علشان ارضي نفسي وانا في الواقعة دي انا وحشة وعجبة نفسي اشوف الحلوين تقرف نفسي يعني بصوا قمة القناعة بالنفس وحشة وعجبة نفسي خلاص بقى تفلقوا يا جماعة يعني اه اه اللي يحاول يحبط من عزمتك اللي يحاول يحبط منك لا لا حطي كل دوارة ظهرك وزي ما قلت قبل كده في فيديو السابق يعني حطي في القوضة الضلمة والقوضة الضلمة دي تخلص افتحي قوضة ضلمة تاني واقفلي على الناس المحبطة لا او رأيك في التواليات تا عندي وهشد عليه السيفون انت ولا ليك اي لازمة في حياتي انا اتخلقتي مش عشان ارضيك انا اتخلقتيش عشان ارضي حد انا اتخلقتي عشان اكون عندي قناعة وردب نفسي وبرضي اللي خلقني وبس غير كده ما لكش اي دور في حياتي ولا لك اي اهتمام ورأيك ده انت عارف تعمل بايه تحتفظ بين نفسك يمتن ترميه في الزبالة يمتن تيجي عندي في التواليات ترميه واشدلك السيفون عليه طيب في الاخر يا جماعة لايك شير سبسكرايب ما تنسوناش يا جماعة عشان نكبر بيكو وتسمعونا اكتر لو احنا عاجبينكو يعني ايوه لو انتو حسنين انتو ممكن دردشتنا وراخينا المتواصل ده حيفككم فياريت تدعمونوك جد علشان احنا الناس اللي بتحبتنا كتير مش هايزين هتحبتنا